استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي في مجلسه بزعبيل ظهر اليوم السيد فولكمار دينر رئيس مجلس إدارة شركة بوش الألمانية ورحب سموه بالسيد فولكمار دينر والوفد المرافق مشيرا إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار مؤكدا سموه أن كافة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحضون برعاية خاصة ومثالية من خلال توفير بيئة عمل جاذبة تتماشى مع الأطر العالمية وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطها في المنطقة والعالم وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق تطلعات الشركة في التوسع على مستوى الشرق الأوسط حضر اللقاء ساعدت عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وساعدت كل من الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي دافزة وهشام القاسم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة وصل في دبي ومالك المالك المدير التنفيذي لمجموعة تيكوم ترجمة نانسي قنقر